مشاهدين أجرى مراسل التلفزيون المصري كاريم فيبرز لقاء خاصا مع رئيس فارلمان الأفريقي فولتشين تشاون ميبيرا وذلك على هامش فعليات قمة المناخ بشارم الشيخ حلول هي السماء الرئيسية لليوم اليوم هي تجميع لمجهودات ونشاطات واجتماعات وجلسات للوصول لأهداف وحلول يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع ماذا استفادت الدول النامية؟ ماذا استفادت الدول بشكل عام من هذه الاتفاقات أو بشكل عام من هذه الجلسات؟ هل سيتم الوصول لتطبيقات فعلية وآليات للوصول لحلول على أرض الواقع؟ نعنى الآن ضيفنا تشيف فورتشين تشورمبيرا وهو رئيس البرلمان الأفريقي السيد تشيف فورتشين شكرا لودك معنا على قناة الأولى أشكرا جزيلا إذا نحن نتحدث عن الموضوع الأساسي وهو التنفيذ هل تعتقد أن أي قرارات سوف يتم اتخاذها أو التي تم اتخاذها عبر الأيام الماضية سوف يتم تفعيلها؟ وهل ستؤثر على الدول الأفريقية؟ شكرا جزيلا نحن برلمان أموم أفريقيا نعبر عن أفريقيا جميعها 55 دولة أفريقية والمجتمع المدني ونحن متشائمين جدا فيما يتعلق بقضية التنفيذ ولكن أولا أود أن أشكر مصر كدولة وكحكومة لقد قمتم بأفضل تجهيزات للكوب فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والإعدادات ولكن المفاوضات لم تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا هذا هو كوب التنفيذ لذا كنا نود أن نتحرك ونمضي قدما لما فعلته الدول المتقدمة فيما تعلق بإلتزاماتها وفي تلبية حاجات أفريقيا في الظروف الخاصة التي تمر بها وأن نتأكد من أن الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والدعم الذي يجب أن يقدم للدول النامية قد تم حل هذه القضايا نريد أن يكون هناك قوة دافعة وأن يكون هناك منصة تضمن أن يكون هناك دفعا للمضي قدما في هذه المجالات قد يكون هناك كوب 27، كوب 28، كوب 29 أو كوب 100 ولا يكون هناك نتائج نود أن نضمن أن تكون هناك نتائج يجب أن يكون هناك التزامات ويجب أن يكون هناك عمل يرتبط بتغير المناخ ولكن كيف تكون هذه الأفعال البرلمانية كيف يتم ترجمتها إلى الدفع وإكبر الأطراف الأخرى على تنفيذ التزاماتها وتعهدتها شكراً جزيلاً ما نريده أن يكون هناك ترتيبات هيكلية نحن كنا نعمل منذ ثلاثة أشهر ومع كل البرلمانيين الذين كنا نتناقش معهم نجد أن شعوبنا قد تموت إذا لم يكن هناك تصرف وإذا لم يكن هناك فعل لذا جئنا إلى كوب 27 وهو كوب التنفيذ لماذا لم يحدث التنفيذ؟ من المفترض أن يكون هذا هو كوب التنفيذ لماذا لم يحدث التنفيذ؟ وبالتالي نحن جئنا بقضايانا الأساسية حول لماذا وأي شكرا